بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله جل جلاله من فوق سماواته السبع يعلم نبيه نوح وهو مستوى على السفينة فوق الطفان فيقول الله تعالى لنوح قل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين هذا الدعاء من الله مباشرة لنبي الله نوح وللبشرية جمعاء من بعد نوح بأن ندعو ونطلب المنزل المبارك البركة من أعظم نعم الله ومن أعظم الأرزاق التي إذا حلت في شيء جعلته مزهرا مخضرا يزيد وينمو لذلك من أروع وأجمل الأدعية التي يهواها قلبي اللهم اجعلني مباركا أينما كنت وهذا الدعاء العجيب العظيم اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين كم من بيت فخم كبير تغشاه الكآبة والوحشة وكم من بيت متواضع صغير تعمه السكينة والرحمة من كان عنده بيت فليكثر من هذا الدعاء لعل البركة أن تحل به هبة وكرامة من الله من كان شابا في مقتبل العمر فليكثر من هذا الدعاء حتى يرزقه الله مستقبلا منزلا مباركا البركة في البيت تشمل الزوجة الصالحة إذا الله بارك في بيتك وفقك لزوجة صالحة تسرك إذا دخلت بيتك بشوشة مبتسمة مشرقة ذات أخلاق تفرح بها تشتاق إليها إذا أحل الله البركة في بيتك جعل أبنائك مباركين إذا كنت في سفر ولا تدري ما الذي ينتظرك هناك ودولة غريبة عنك أكثر من هذا الدعاء ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إذا كنت مقبلا على وظيفة فادع الله بهذا الدعاء ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين حتى تستقر في وظيفتك وترتقي وتستمر ولا تنقطع فوض هذا الأمر لله أجعله عند المدبر جل جلاله الكريم الخبير البصير هو الذي يرزقك وهو الذي يهيئ لك الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة البركة جند من جنود الله ما حلت في شيء إلا نمى وأزهر وأشرق لذلك الذي جعلني أتوقف عند هذا الدعاء بالذات أن الله تعالى علمه لنبي الله نوح في أصعب الظروف التي مر عليها كوكب الأرض فكم نحن بحاجة إلى هذه الأدعية قيدوها عندكم إخواني وأخواتي واكتبوها واحفظوها سهل جدا ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم اجعلني مباركا أينما كنت ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم اجعلني مباركا أينما كنت